أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني عن شكره لمصر على التعاون الوثيق لتحقيق الهدن الإنسانية في قطاع غزة وتنفيذها والإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة جاء ذلك خلال كلمة أمير دولة قطر في افتتاح أعمال المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بن دوحة نحن ندعو مجلس الأمن ولا سيما عضائها الدائمين إلى القيام بمسؤوليته القانونية والعمل على إنهاء هذه الحرب الهمجية وإجبار إسرائيل على العودة لمفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية ونحن نعمل باستمرار على تجديدها وعلى تخفيف على أهلنا في القطاع ولكن الهدن ليست بديلا عن الوقف الشامل لإطلاق النار وكان ممكن توفير كل هذه المآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني وأن زمن الاستعمار قد ولأ تنعقد قمتنا هذه في ظل استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشغيق وخصوصا أهلنا في قطاع غزة